لأن على فكرة ما حدش يخاف يعني شرب السجار مصنف على إنه قدمان وعشان كده لازم نعالج بهدوء فأول حاجة نبدأ بيها إننا نشوف السبب اللي دفعوا لكده ونحاول نزيله وده طبعا معناه إن كده خلاص لسه في حاجات عا نعملها تاني مش هو دهات اللي احنا عملناها احنا أول حاجة عرفنا إيه السبب من الأسباب الخامسة دي تاني حاجة لازم يحصل حديث ما بين الوالدين لازم اللي اكتشف يتحدث مع شرك حياته في الأمر ده بيهدوء وبلاش بقى الأم تقول للأب فالأب يمسك الولد دي روح ضربه وهرسه ليه طيب؟ لأنه في الحقيقة لو ضربوا على الأسخنة هو بيأكد له إن الحكاية اللي هو عملها دي هي ده المتنفس للسعادة لأنه لو عاش صح فهو لازم يتعرض للضغط زي الضغط اللي بيعرضه ليه أبوه فاحنا لازم ببساطة خالص لازم نقعد مع بعض ونتناقش بهدوء وأنا بحب جدا 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 إن لازم يبقى فيه أعدة ما بين الوالدين أعدة هادئة وما يتبقاش بقى فيها بوكة ولطم أنا خلاص أنا تربيتي لابني ضاعت أنا حاسة إن أنا فشلت أنا دي القعدة دي مش عشان كده القعدة دي عشان ندرس إيه أسباب اللي حصل ونشوف طرق العلاج ونوزع الأدوار لأنه مش مهم إن إحنا نقعد نبكي ونحزن عن إن أولادنا عملوا كده لكن مهم إن إحنا نعرف إزاي عن نعمل الكلام ده لأن الخطوة اللي بعد كده خطوة مهمة جدا إزاي هنواجه أولادنا بهدوء وفي جو أسري وأنا شايف إن من الأشياء الحاجات المهمة جدا فيه المواجهة بقى لازم تتم بشوية ضوابط الضابط الأول إن يتكون ما بين الولدين وما بين الإبن بس ببلاش نلم العيلة كلها وولاد الأعمام والأولاد الأخوال والأجداد والأصدقاء يعرفوا بلاش الإخوة نفسهم إخوات الولد نفسهم يعرفوا أنا شايف بقى إن فيه ضابط مهم إن إحنا نغير البيئة كمان إن يا ريت ده يتم بر البيت يعني الأب والأم ياخدوا الولد ويكلموا في الموضوع ده بر البيت طبعاً إنتوا شايفين بعض الناس شايفين إن ولد غلطان إنتوا هتدللوا إحنا مش مندللوا إحنا بنعالجوا خلوا بالكم ده مش تدليل ده علاج ما فيش علاج بيكون بالفضيحة أي نوع من أنواع الفضيحة هتخلي المسألة هتخلي الولد في بعض الأحيان يوصل إلى حد اسمه معروف عندنا إلى حد الاستبياع أو إلى حد إن هو هيتعلم مهارة الإخفاء هيقول لنا خلاص أنا مش عامل كده تاني وهيتعلم بقى أسليب وطرق للإخفاء يبتعد بيها عننا شوف إحنا بنقول إجراءات إزاي عشان نقدر نتعامل مع ده لأن ده هيخليه ببساطة خالص إما يوصل إلى حد الاستبياع فيدخن قدامنا أو يشاهد قدامنا أو يتعلم أسليب للحيل والتخفي الحاجة الرابعة اللي إحنا عايزين نعرفه إحنا لازم نتكلمه ونعرفه أضرار اللي هو بيعمله ده أضرار اللي بيعمله ده على صحته واحد على دينه اتنين آه نتكلم مع الطفل لو شوف نبي يشاهد السجارة وعنده تسع سنين ولو شوف نبي يشاهد أفلام إباحية يعني نتكلم عليه عن إن ده ضرر على صحته ضرر على دينه وضرر كمان على صرته وشخصيته لازم نتكلمه عن نفسه نقول له أنت مش لايق عليك ده ده مش ممكن يكون مناسب ليك لأن احنا لو ما عملناش ده هو الشخص ده مش هيحس بحجم الجريمة ما اللي أنا بعمله إن أنا بضيع وقته بشوف حاجات بشوف حاجات وممكن الحاجات دي تخليني سعيد فأنتم مكبرين الموضوع ده ليه لازم نتكلمه على إن هو شخص بيدني وإن اللي هو بيعمله ده ده بيهده لإن على فكرة احنا مش قضيتنا بس إن المسألة بتاعت اللاحظة دي ما ممكن يسمعش كلامنا دلوقتي لكن ممكن بعد كده لما يفكر في كلامنا ويبصوه بشكل صحيح ممكن بعد سنة بعد سنتين يرجع ويتوب ويسيبه من الكلام ده كله يبقى رابع حاجة لازم نقعد ونعرفه الأضرار على التلاتة دولة على صحته على علاقته بربنا وعلى دينه وعلى أخلاقه وكمان نكلمه على فساد ده في صورته نفسه ومستقبله وإزاي الحاجة دي ما لعاش علاقة بالسعادة وإن هي هتتعسه ومش هتخليه سعيد بعد كده نبدأ نرأي بطريقة انفاقه للمال وندفق ونبص على قيمة أصدقائه لأنه ممكن الشر الشلة دي آه بدأت معها بالسجاير إحنا فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم مثل جليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير وسبحان الله نافخ الكير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إما أن تجد منه رايحاً كاريه أو أن يحرق ثوبك يتكلم عن نفس الحكاية حرق السوق ده ممكن يكشف عوراتك عوراتك النفسية وعشان كده إحنا لازم نحميه ولازم نبصله ولازم بشكل صحيح نعرف إيه الفساد اللي وصله في مسألة القدوة ولازم نبص على ده بطريقة صحيحة سادس حاجة لازم نبتدي بقى نشوف أنه نخليه يشارك في بعض الأشياء وبعض الأشياء اللي تحببه في أعمال أخرى وتوسع مناحي للسعادة في حياته تانية ونشوف هو بيحب إيه نفرز المغامرات اللي هو بيحب يتفرج عليها والألعاب اللي بيحب يتفرج عليها ونشوف قد إيه هي بتدعم الحاجة دي ولا لأ ويريت لو استقدرنا نستبدلها بالرياضة يمارسها على أرض الواقع وده شيء مهم جدا 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 عشان يتعود أنه مش بيخرج من شيء إلى لا شيء لا بيخرج إلى شيء يحسسه ببعض جديد في ذاته الحاجة اللي بعد كده فيه حملات كتيرة لو هو وصل إلى حد الإدمان سواء إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية أو إدمان التدخين أيوة إدمان محدش يظن أن احنا بنتكلم لا ده اسمه إدمان فيه حملات كتيرة وفيه كمان مؤسسات وهيئات كتيرة بتتعامل مع ده زي صندوق مكافحة الإدمان ممكن نخليه يشترك في واحد من المبادرات دي أو يتعامل مع هذا الصندوق عشان لو يحتاج أنه هو إلى دعم ويحتاج إلى طريقة وبرنامج عشان يتبعه عشان يخرج من ده أخيرا لو الأمور دي ما نفعش وبقاله فترة يبقى إحنا لازم نروح لطبيب متخصص في مكافحة الإدمان بحيث نشوف علاج ومحدش يتخط المسألة محتاج أن احنا نهتم محتاج أن احنا نتعامل بدقة لأن العواقب بعد كده بتبقى وخيمة خلينا أقول لكم بس أن كتير من المشكلات اللي بتيجي عندنا في الرشاد الزواجي كتير منهم كان سببها سببها للأسف إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية وفي الصغر لأن خريطة الجنسية بتطلقبط وهو صغير وكتير من الناس اللي شربوا مخدرات كان بدايتها أن هم شربوا صغير من هم هو صغيرين الإدمان يا سادة شيء بيسري إلى نفوس أولاد مش أهم حاجة أن احنا نتخض من الإدمان أياً كان شكل الإدمان لكن الأهم أن احنا نعالجه بطريقة صحيحة ونساعد أولادنا ونمدي لهم إيدينا وإحنا حط لهم مبدأ إحنا مهما حصل إحنا بنحبكم بنحبكم لأن أنت أولادنا بس أكيد بنكرى التصرفات اللي ممكن تقضي على سعادتكم أولاً لازم نكلمهم من هي تقضي على سعادتهم قبل ما نقولهم إن هي بتوجعنا فلازم نفهمهم إن هم سعادتهم مهمة لنا مش أهم حاجة صورتنا قدام الناس إن احنا نطلعاً ما فشلناش في التربية لا لازم نتكلمهم على إن أهم حاجة عندنا هي سعادتهم وإدمانهم سواء للمشاهدة المحرمة أو للتدخين ده مش هيسعدهم وإحنا عايزينهم يكونوا من السعاداء وإدينا ممدوداً لهم إن احنا نسعدهم إن شاء الله يوصل لهم مدد ربنا ونكون احنا كمان عاون لهم على أنفسهم وعلى الشيطان إن هم يخرجوا مما هم فيه